اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين مكملين مع بعض توقعات ميشيل حيكي الجزء التالي للدول العربية وحبا اقول لكل الناس كل سنة وحضراتكم طيبين خلاص معاد رمضان اتحدد 13 ابريل ونهايته 12 مايو ولعيد الفطر بعده على طول واحنا نزلنا فيديوهات عن توقعاته الجزء الاول عن مصر وليبيا والمغرب والجزائر وتونس والسودان وايضا نزلنا فيديو عن دول الخليج زي السعودية والكويت والقطر والامارات وغيرها اما الفيديو النهاردة هنتكلم عن سوريا ولبنان والاردن وفلسطين تعالوا مع بعض نشوف ايه هي التوقعات وهنبدأ اول حاجة سوريا الشقيقة الحقيقة مش الحقيقة قال في فترة رمضان وما بعد رمضان بيقول ان بتوقع لسوريا هتكون ان شاء الله رمضان الخير هيجي لها مساعدات دولية وعربية هتتوجه للنزحين واللاجئين الموجودين خارج سوريا على الحدود وايضا للشعب السوري نفسه خلال شهر رمضان الكريم وايضا سيهتم تحديد موعد الانتخابات في سوريا وهتكون مبكرة وستحدث فيها مشاكل بعضها وهم ومفتعل لإسارة المشاكل وبعضها الآخر حقيقي وعودة الهيبة السورية الى سوريا جغرافيا المكان بالجولان وعناية سيتغيران وسنرى معاحدات واتفاقيات جديدة مع العدو الاسرائي احتفال كبير في شوارع سوريا بالصيام رمضان وعودة لبعض النزحين وقرار عفو رئاسي لهم مش هيبقى ان شاء الله في مشاكل لعودة النزحين وخصوصا اللي هم هربانين بسبب عدم دخولهم للجيش اما عن الاردن فالحقيقة الاردن قراراتها حاسمة جدا وايضا هنشوف ان الاردن صمدة وقوية ودولة لا يستهان بها من ضمن توقعات ميشيل حايق بيقول كورونا للأسف سيؤثر على بعض المناطق الاردنية خصوصا في رمضان بسبب الزحام في الاسواق والاماكن العامة ويكون في زيارة الولي العهد الاردني الى مسجد الاقصى وسط حظر امني واسرائيل تلعب لعبة غريبة بنشر اخبار وتقارير بنقل الوصائع الاماكن المقدسة في فلسطين الى دولة عربية اخرى ورفض عربي كبير وسط تركب من الجانبي اما عن دولة فلسطين فنقول محمود عباس لن يكون في رئاسة فلسطين القادمة والعين على شخصيتين دحلان والبرغوسي للرئاسة والامارات ترسل شحنة كبيرة من اللقاحات للدفايروس كورونا للفلسطينيين مجانا والوعد بارسال شحنات اخرى وايضا شحنات مساعدات انسانية فيها طعام وفيها ادوية وعودة العراقات بين فلسطين والامارات من خلال محمد دحلان قرار جديد دولي في صالح الفلسطينيين من اجل الحكم في موضوع المستوطنات اليهودية وسيكون هذه المرة في صالح فلسطين حظر تجوال ليلي في فلسطين يطبق للتقليل من اعداد الاصابات وسيكون بعد الفطار لغاية الفجر خروقات اسرائيلية للمقدسات الفلسطينية والاختحمات المتواصلة ستؤدي الى غضب كبير ممكن ينتقل من السلم الى اللاسلم ده بالنسبة لدولة فلسطين اما عن لبنان فبيقولوا ان في مساعدات دولية وعربية مش الحيك يعني بيقول ان هيكون في مساعدات دولية وعربية طريقة لانقاذ الشعب اللبناني من الغلاء الفاحش والجوع وثورة غضبة من شعب لبنان والبنك الدولة هيمد اللبنان ايد مش ايدين وسعر الدولار بيعلى وبينخفط ومصائب الاسترافة في لبنان والغاز المرفق الى الانكشاف وموضوع التطبيع مع اسرائيل مش هيكون سهل ومش هيكون زي ما اسرائيل عايزة هتكون هناك علاقات معاهم ولكن مش هتوصل لدرجة التطبيع الكامل بلوك اربعة وموضوعه هيرجع مرة اخرى وهيكون ليه صدمة معكسة وبالنسبة للمطار خايف عليه وخايف منه وهذا المكان سيكون محور الاحداث وتتجمع فيه الاسليب والنتائج وايضا لبنان سترجع قوية ولكن بعد حكتين مهمين جدا اولا المعجزة الهية وثورة شعبية لان اللي بيحصل في لبنان حاليا للأسف مهزلة اتمنى الخير لكل الدول العربية وخصوصا لبنان سوريا العراق اليمن ليبيا ان المشاكل اللي موجودة حاليا تتحل والدنيا تبتدي تهدى الناس تعيش في سلام مرة اخرى حتى ولو لفترة بليلة الناس فيها تشم نفسها شوية شكرا لحضراتكم وكل سنة من حضراتكم طيبين استنونا في فيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار وباذن الله الفيديو الجديد هيكون عن مايك فغالي هنكتب توقعاته الجديدة توقعات مهمة جدا جدا خلال شهر مارس واللي بعد مارس فاستنونا ما تنسوش في فيديو باذن الله هيكون الساعة خمسة للربع او اربع خمسة واربعين دقيقة بتوقيت القاهرة شكرا استنونا في فيديو جديد وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم الاشعارات واخدوا بالكم لازمة تبقى للكل علشان كل الاشعارات توصل زائد اه لو عجبكم الفيديو ياريتو توصوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس المهتمة بهذه النوعية من الفيديوهات وحب اعرف اقتراحاتكم واراءكم في موضوع الفيديوهات اللي احنا بنزلها في القناة لو حابين حاجة معينة عن الابراج حابين حاجة معينة او بتحبوا تتابعوا وتعرفوا اخبار ناس معينة او توقعات ناس معينة ياريت تكتبولي تحت في التعليقات شكرا واستنى في فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار شكرا وكل سنة وحضراتكم طيبين